لا تزال تداعيات فضيحة تنصت التي هزت امبراطورية الإعلام للملياردير روبرت ميردوخ كما الشارع البريطاني تحصد العديد من الرؤوس فبعد الاستقالة المدوية والمفاجئة لقائد شرطة سكوتلانديار بول ستيفنسون تتواصل التحقيقات بالفضيحة ما يفتح الباب أمام مزيد من التطورات القاسية على حكومة ديفيد كاميرون استقالة قائد شرطة سكوتلانديار جاءت بعد كشف صلاته بنائب رئيس تحرير صحيفة نيوز دا وورد سابقا نيل ويلس الذي عين لاحقا مستشارا إعلاميا للشرطة البريطانية كما أصبح مستشار العلاقات العامة في المنتجع الصحي الذي يعالج فيه قائد الشرطة مجانا فضيحة التنصت ألقت بظلالها على المشهد السياسي والأمني في عاصمة الضباب وقد حملها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على محمل الجد فاختصر جولته الأفريقية المهمة وأوردت صحيفة دا جارزيان أن رئيس الوزراء بات الآن تحت الأضواء في مسائل متعلقة بصوابية حكمه ما عاد إلى الأذهان فضيحة التنصت عام 2007 عندما تم تعين أنجي كولسون رئيس تحرير صحيفة نيوز دا وورد مديرا للاتصالات الخاصة بمكتب رئيس الوزراء بعيد إقالته من رئاسة تحرير الصحيفة ويعيش الرأي العام لبريطاني على وقع صدمة فضيحة التنصت الجديدة القديمة وسط انتقادات وخيبة أمل من أداء الشرطة والحكومة معا أوراق قد تتساقط في الأيام القليلة المقبلة بعد فتح تحقيق قد يطال الكبير والصغير وربما يسبب في انهيار الحكومة رفاه السعد العربية